تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هل يجوز أن يصلي الرجل مع زوجته صلاة الليل جماعة إذا كان ذلك بصفة عارضة فلا بأس بذلك أما أن يكون بصفة دائمة فهذا غير مشروع ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأم زوجاته في صلاة الليل إنما كان يصلي وحده لكن كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي معه بعض الصحابة صلاة الليل صلى معه ابن عباس وصلى معه ابن مسعود وصلى معه حذيفة فدل ذلك على أنه لا بأس بأن تكون الصلاة الليل جماعة أحيانا لكن لا تكون دائما فإذا أراد أن يأم زوجته في صلاة الليل أحيانا لا بأس لو خرج مثلا مجموعة في برية أو في سفر فقالوا نريد أن يشجع بعضنا بعضا فقالوا صلي صلاة الليل جماعة وأمهم أحدهم فلا بأس وهذا ربما يكون فيه تشجيع لهم يعني لأن الإنسان يتشجع إذا رأى غيره يفعل الخير لكن لا يكون هذا بصفة مستمرة وإنما يكون بصفة عارضة